انتشر مؤخراً نوع مختلف من الأنظمة الغذائية يهدف إلى تطهير الجسم من السموم ويعرف بنظام أديتوكس يساعد هذا النظام على تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه وإزالة أعراض التعب والإرهاق يعمل أيضاً على تحسين المزاج ويزيد من قدرة الفرد على التركيز كما يعمل على تقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب وزيادة الكليسترول نتحدث مشاهدينا عن حمية ديتوكس وإزالة تسموم من الجسم مع ضيفتنا في الاستوديو وخصائية التغذية لستاذة وجدان قطب أهلا بك استاذة وجدان مساء خير سهلا يا مرحبا دعني نتعرف معك على نظام ديتوكس بقدر ما هي عملية إزالة تسموم من الجسم نحن جسمنا يحتوي على أجهزة مختلفة الأجهزة هذه لها مخرجات المخرجات هذه تتراكم في الجسم اللي عادة يصفي الجسم من تراكمات هذه الموجودة فيها الكبد والكلا أحياناً الكبد والكلا ترهق يصير عليها ضغط أحياناً يكون خلل قد يكون مثلاً إصابة في الكلا أو في الكبد أو أي مشاكل صحية هنا نجي نلجأ إلى مساعدة كل أعضاء الجسم بأنها تساعد الكبد والكلا في إخراج هذه السموم من الجسم فالناس يتفكر أنه والله أحط ليمونة مع الموية صارت ديتوكس لا هي مو الفكرة كذا هي الفكرة أنه الواحد يتناول أشياء صحية طبيعية من دون إضافات من دون صبغات من دون ما يكون فيها أي مصنعات هذه هي الفكرة يكون غذاء عضوي أكثر شيء يعني إلى حد ما حتى مو لازم يكون عضوي ولكن طبيعي يعني لما نجي نقول لك الفواكه الفواكه طبيعية نحن مش لازم نكون عضوية ولكن طبيعية على الأقل الفكرة في نظام الديتوكس هو زي ما قلنا مساعدة الجسم ومساعدة الكلا والكبد على التخلص من السموم طيب مين الأعمار اللي ممكن يأخذها من عمر 16 إلى عمر 60 سنة فقط هالأعمار من 16 إلى 60 سنة طبعاً حوامل ومرضيعة لكن قد يكون يعني بيقول لك البعض أنه الأكل الطبيعي مفترض أنه الجميع يأخذها الأكل لا نحن نظام الديتوكس شوي يكون شديد أو صارم ليش؟ لأنك أنت تحتوي على مواد معينة أو أغذية معينة يعني مثلاً اليوم كلها تأكل بس فواكه اليوم كلها تأكل بس خضروات هنا طبعاً زمان كانوا يسمونه رجيم كيميائي طب ليش رجيم كيميائي؟ ما هو أصلاً الخضروات والفواكه عبارة عن تركيبات كيميائية إحنا لو جينا أخذنا تركيبها الكيميائي هيكون كيميائي ولكن الاسم الصحيح لها ديتوكس اللي هو تطهير الجسم من السموم إحنا ما قاعدين نقول إحنا اعتمادنا على هذا النظام يعني أنا أقدر أمشي عليه شهر شهر كثير هو أسبوع مثلاً في الشهر أسبوع كل شهرين بحيث أنك أنت تنشط الجسم تنشط الدورة الدموية مثل ما تفضلت أنت تخليص الجسم من السموم من التراكمات لأنه أحياناً حتى مع عوادم السيارات ومع تلوث البيئي مع المواد الحاضرة لناكلها في المعلبات مع الصبغات الموجلة فهلاً بعض الأغذية هناك من يتحدث أنه كثير من الأغذية قد تحتوي على كثير من السموم سواء أي هرمونات وأيضاً كثير من المعادن الضارة بالجسم يعني هل هذا النظام يعني خلينا نقول الواحدة بيسوي مثلاً حمية أنه يلجأ لهذا النظام ويترك مثلاً ممارسة الرياضة لا، هي دائماً متكاملة ووحدة متكاملة عندك النشاط البدني كرياضة عندك الغذاء عندك مثلاً شرب الماء من الأشياء المهمة جداً في التخلص من السموم شرب الماء ليش؟ لأنها قاعدة تصفي لك وتنظف لك الجسم الناس كثير تهمل تقول أنا أعتمد على رياضة وأكل وأنسى الموية لا، نحن عندنا كمان حتى الفيتامينات والمعادن الموجودة داخل الجسم نظام الديتوكسي وازنك هذا كله ليش؟ لأنه لما أنت تعتمد على فواكه على خضروات، على حليب ولبن وزبادي تعتمد على أشياء طبيعية معناها أنت قاعد تحاول أنك توصل الجسم كله في حالة من البيتامينات والمعادن اللي يحتاج هالجسم طبعاً إحنا فيها بروتين إذا يجي يقولون لا، والله ما في بروتين، ما في كربوهيدرات الخضروات والفواكه والألبان والحليب فيها كربوهيدرات، فيها بروتين فما في حاجة تنقص في نظام الديتوكس ولكن هي الكميات فيها محددة والأنواع فيها محددة. جميل. البعض يقول لك والله أنا ممكن اتبعت نظام يوم يومين أو ثلاثة وشعرت ببعض الأعراض اللي تصيب الجسم مثلاً دوخة، تعب ارهاق أو صداع وحين يكون فيه تعب خفيف أو ارهاق السبب في حدوث مثل هذه الأعراض. طبيعي مع أي حمية مش بس الديتوكس. تغير النظام الغذائي على الجسم يعمل ارتباك داخلي. فقد يأثر على إيش؟ على الدوخة، على صداع. هذه الأشياء اللي ممكن أنت تلاحظها خارجياً. لكن داخلياً هو فيه تحسن. ليش؟ لأنه الجسم قاعد يرجع للأشياء الطبيعية. معناها أحسن. في الحمية العادية نفس الشي. الجسم يتأثر لأنه أنت حرمت جسمك من أنواع معينة مثلاً سكريات أو نشويات يعتمد هنا. إحنا هنا في الديتوكس نحاول نعتمد على الأشياء الطبيعية. مثلاً يوم كامل فواكه. يوم كامل سلطات. مو معناها سلطات. معناها أنا ما أحط فيها المنكيهات. إحنا ممكن نحط زيت الزيتون. الليمون. دبس الرمان. الأشياء الطبيعية. ما نحاول نلجأ للصوص التقيل والأشياء الجاهزة والمصنعة. لأنه أصلاً هي كان لننظف جسمنا منها. هذه الفكرة. هل فيه آثار جانبية مثلاً لإتباع نظام الدبس؟ هو بالعكس. هو صحي جداً وممتاز جداً. الأثار الجانبية زي ما قلنا. أول يوم ممكن يكون صداعة أو دوخة. لكن في حال آخر أو من الجهة الإيجابية. إحنا حنلاقي نشاط نوم أحسن. تنفس أحسن. يتغير حتى رائحة الفم. يتغير حتى المزاج. يتغير حتى نشاط الجسم. حيويته. يلاقي الإنسان نفسه أن هو قاعد يلجأ لأشياء طبيعية. طبعاً النظام هذا مش يعليه ناس كثيرين. ومش بس عندنا إحنا. حتى على مستوى العالم صار فيه مصحات عالمية لتطهير الجسم من السموم. ويلجؤون لهالناس. فإحنا قاعدين نقول بدل ما إحنا الوضع ما فيه نسافر. نقدر نسوي الديتوكس من البيت. مجرد أنه اتباعه. وهذا اللي كنت أسألك عن السادة وجدان. يعني ممكن بعض يقول لك. والله أنا أحتاج أني أروح خصائية تغذية. يعطيني جدول وما إلى ذلك. كل بعض يقول لك لا. أنا ما بحاجة حد. يعني مثل ما قالت السادة وجدان أنا شايفتها تقول يوم خضار يوم فواكه. صحيح. هل ممكن يعني تمشي هالطريقة أنه أنا أقدر أعرف النظام الديتوكس اللي بقرب شي عليه؟ شوف. الديتوكس عشان نكون واضحين ما هو نوع واحد. الديتوكس له مجالات كثيرة. في ناس تحب تلجأ إنها تاكل وهذا الأفضل اللي هي تاكل فواكه وخضروات. في ناس العصيرات في بعض العصيرات اللي هي تصير خليط من الفواكه مع الخضروات عشان تصير تعدل النكهة موزونة وتلاقي إن طعمها مستساغ. طبعا هذه كمية الألياف فيها أقل. إحنا نبغى الديتوكس العادي اللي هو يكون بالأكل مثلا يعني نعطيها كذا على الهواء. نقول يوم فواكه يوم خضروات. يوم حليب ولبن وزبادي. نرجع بعدين. خضروات وفواكه وحليب ولبن وزبادي. وأنا أفضل أن نكثر الفواكه أكثر. إنه نخلي ثلاثة أيام. من الفواكه طبعا اللي تساعدنا على تنظيف الجسم وليكون سعراتها الحرارية قليلة. عندك التفاح الأخضر. البطيخ الفراولة. التوت. الخوخ مثلا الكمسرة. البخارة. ففي بعض الفواكه الواحد يلجأ لها. عشان تكون خفيفة في السعرات الحرارية. وفي نفس الوقت هل يمكن تكون هذه متزامنة مثلا مع الصيام المتقطع وصيام كامل؟ الديتوكس يمشي مع أي نوع من الحميات الأخرى. ليش؟ لأنه هو موازنة. يعني حتى صيام متقطع. الصيام العادي. حتى نحن في رمضان ممكن واحد ياخذ الديتوكس. في الأيام العادية حتى أنت تعمله مجرد أسبوع تنظيفي لباقي الشهر. جميل جدا سيحسك بحيوية مختلفة جدا. في نفس الوقت أرغب أقول شغلة. ما هو معناها أنه نعطيه ديتوكس تنظيفي معناها يختص بالسمنة أو بالنحافة. لا. يمشي على كل الناس. ما عادة زي ما قلنا أطفال حوامل ومرضعات. عشان أنه يحتاجون أغذية محددة وزيادة غذاء. احتياجات أخرى. جميل. يعطيك العافية. شكرا لك ضيفتنا في الأستاذية وخصائية التغذية. الأستاذة وجدان قبل. شكرا لك.